هل نلعب رياضة أساساً في رمضان ولا بلاش نلعب رياضة؟ الرياضة مهمة ولازم نلعب رياضة طيب نلعبها إمتى وأنتي وقت وأحسن وقت ونلعب إيه كمان؟ وعلى حسب نوع الرياضة أو حسب كمان الحالة الصحية فالموضوع مش نلعب رياضة وخلاص وأحسن وقت نلعب رياضة وده اللي مكتوب في الكتب والمظبوط إنه هو بعد الفطار بساعتين أو ثلاثة نلعب رياضة ده المظبوط على الأساس إن أنا مفقدش هكون عطشان تعبان الكلام ده كله مع الكلام مهم كمان إنه إحنا نلعب رياضة قبل الفطار بساعة وما يبقاش رياضة عنيفة كمان يعني لو كانت جاري حاجات اللي هي الكارديو الحاجات الخفيفة مش نلعب بقى شيء الحديد والكلام ده كله قبل ما نوصل قبل الفطار على طول ليه؟ لأني حبقى تعبان جداً وعايزة أعطاش فادية حتبقى صعبة فإحنا لو خلينا لعب الرياضة قبل الإفطار بساعة ونلعب فيها حاجات اللي هي الكارديو ونحرك الجسم وحاجات اللي هي ما تتعبنيش قوي بس نحرك الجسم ونفقد فيها السعرات الحرية دوت حيبقى كويس نيجي على ساعة الأزان نشرب المية ويبقى هو دوتو الوقت المناسب وناخد بروتينات كتير جداً أنه وقت يحرق أكتر أنه وقت في دول يحرق أكتر دوم طيب المزبوط اللي هو بعد الفطار بساعتين لكن مع التجربة واللي أنا شفته فعلاً أنه أنت بتبقى نسبة الجلايكوجين في الجسم اللي هو السكريات الموجودة فيه الكبد بتبقى قليلة قوي اللي هو قبل الفطار فالجسم بحتاج طاقة لما تلعب رياضة بس مش عنيفة حنبتدي نحرق دهون أكتر فيستحسن قبل الإفطار بساعة هتحرق دهون أكتر بس مش رياضة عنيفة وحقولها تاني ونشرب مية كتير جداً بعد الإفطار بس مش كتير بكمية كبيرة على مدار اليوم وناخد بروتينات نعوض البروتينات اللي عندنا عشان نبني عضل إن الهدف من الرياضة إن أبني عضلات وقلل دهون مش الموضوع بس كده لو أنا عايز بقى أبني عضلات أكتر أو عندي بطولة أو الكلام ده كله يبقى بعد الفطار بساعتين أو تلاتة ده وتيبقى الرياضة العنيفة تبقى مريحة ده